مرحبا بجميع أصدقاء متجباق قناة فلاش 90 دقيقة في تحليل وتوقعات مباريات يوم الأحد اخترت عشر لقاءات أول مقابلة إياه بالدور التميدي لكأس الكون فيدرالية الإفريقية اتحاد العاصمة الجزائري السعب الملعب التونسي لقاء الدابنتا لصالح الفارق التونسي داخل ميدان هدف مقابل السفر آخر خمس مقابلات لكل نادي اتحاد العاصمة تلقى هزيمة حين حقق انتصارين تعادوا آخر اللقاء هو الهزيمة في لقاء الداب فارق الملعب التونسي آخر خمس مقابلات النادي حقق أربع انتصارات تعرض لهزيمة أفضل توقع للمقابلة ورشح فوز اتحاد العاصمة في لقاء الإياب والعودة في النتيجة هذا هو أفضل توقع للمباراة بالنسبة للمقابلة التانية الدوري الإنجليزي الجولة الخامسة برايتون يصعب الفارق نوتينغام فوريست ترتيب الناديان برايتون في الرشب السابعة بشمال النقاط نوتينغام فرشب التاسعة بنفس عدة النقاط من انتصارين وتعادلين آخر مواجهة جماعة الفارقان انتهج للصالح برايتون هدف مقابل سفر داخل الميدان المواجهة تاريخية تشهد الغلبة نوتينغام فوريست 14 مقابلة مقابل 12 انتصار الفارق برايتون مع 9 لقاءات انتهجوا بناشيجة تعادل الخمس لقاءات الأخيرة لكل نادي فارق برايتون حقق شلاش انتصارات مع تعادلين آخر لقاء الانتصار في كأس كأس انجلاتيرا الافل كاب داخل الميدان امام مولفر هامتون جلاجة 2 فارق نوتينغام فوريست اخر خمس مقابلات نادي حقق انتصارين مع تلات تعدلات آخر اللقاء تحقيق المفاجأ والانتصار امام ليفربول في الانفيلد هدف مقابل السفر توقع للقاء برايتون ونوتينغام فوريست وفير 2 اللقاء سيشهد تسجيل هدفين او اكتر ادوة افضل توقع للمقابلة المباراة التالية قمت الدوري الانجليز واللقاء الخيشامي للجولة الخامسة مونشستر سيتي في مواجهة ارسونال ترتيب النادية مونشستر سيتي فرش بالتاني 12 نقطة من 4 انتصارات ارسونال فرش بالخامسة بعشر نقاط من 3 انتصارات وتعادل آخر مواجهة جمعة الفارقان انتهت بالتعادل السلبي السفر مقابل سفر اللقاء التاريخية تشهد الغالب الارسونال 99 انتصار مقابل 66 انتصار المونشستر سيتي مع 47 مواجهة انتهج باقتصام نقاط اللقاء الخامسة اللقاءات الاخيرة لكل نادي مونشستر سيتي حقق تعادل 4 انتصارات اخر اللقاء تعادل سلبيا في دور الابطال داخل ميدان امام انتر ميلان سفر مقابل سفر ارسونال اخر خمس مقابلات حقق تعادل 2 انتصارات اخر اللقاء تعادل كذلك في دور الابطال امام اطالنطا برقامو الايطالي خارج الديار سفر مقابل سفر توقع لقمة الدوري الانجليزي اوفير 3 اي اللقاء سيشهد تسجيل 3 اهداف او اكثر المقابلة الرابعة الدوري الاسباني لاليق الجولة السادسة فيلا الريال في مواجهة برسلونة ترتيب الناديان فيلا الريال في الروت بالرابعة 11 نقطة برسلونة في السادارة ب 15 نقطة من 5 انتصارات اخر مواجهة جمعت الفارقين انتهت لصالح فيلا الريال خمسة ثلاثة خارج الميدان اللقاء التاريخية تشهد الغلبة البلاو جرانا 3 و 3 انتصار مقابل 11 انتصار فيلا الريال مع 10 لقاءات نشاهد بنتيجة تعادل الخمسة لقاءات الاخيرة لكل نادي فيلا الريال حقق 3 انتصارات تعادلين اخر اللقاء الانتصار خارج الميدان امام مايوركا هدفين مقابلة هدف واحد برسلونة اخر خمس مقابلة النادي تعرض لهزيمة حقق 4 انتصارات اخر اللقاء الهزيمة في اللقاء الاول في دوري الابطال امام موناكا الفرنسي خارج الميدان هدفين مقابل هدف واحد توقع الافضل للقاء فيلا الريال وبرسلونة هي كلا الناديان سيوسي الجيلان جول جول المقابلة الخامسة نفس الدوري ديربي مادريد الرايو فيكانو يصعب الاتليشكو مادريد ترتيب الناديان الرايو يحتل الرشبة التانية عشر بسبع نقاط فارق اتليشكو مادريد في الرشبة التالية ب11 نقطة اخر مواجهة جمعة الناديان تهج لصالح اتليشكو مادريد هدفين مقابل هدف واحد داخل ميدان اللقاءات تاريخية تشهد الغالب الاتليشكو مادريد 27 انتصار مقابل انتصارات الرايو مع 11 لقاء انتهب التعادل الخمس لقاءات الاخيرة لكل نادي الرايو فيكانو حقق انتصارين تعادل وتعرض لهذه ماشين اخر لقاء الانتصار داخل ميدان امام اصصونة 3 اهداف مقابل هدف واحد اتليشكو مادريد اخر 5 مقابلات النادي حقق 4 انتصارات تعادل اخر لقاء الانتصار في دور الابطال امام اربيع ليبزيك الالماني داخل تيار هدفين مقابل هدف واحد توقع للمقابلة ارشح فوز اتليشكو مادريد في الديربي المادريدي خارج الميدان المقابلة السادسة ديربي مدينة ميلانو ما بين فرق انتر وميلان في الجولة الخامسة ترتيب الناديان انتر فرش بالسادسة 8 نقاط ميلان فرش بالحدي 10 ب5 نقاط اخر ديربي جامعة الفارقين انتهى لصالح انتر هدفين مقابل هدف واحد خارج الميدان لقاءات تاريخية تشهد الغلبة نيراد سوري 85 انتصار مقابل 71 انتصار ميلان مع 66 لقاء انتهى بالتعادل الخمس لقاءات الاخير لكل نادي انتر ميلان حقق جلت تعادلات انتصارين اخر لقاء التعادل في الابطال خارج الميدان امام السي جي صفر مقابل صفر ميلان اخر خمس مقابلات حقق انتر اقوى من حيث النشائج على ميلان ميلان الذي تخفط في نشاء السلبية مع المدرب البلتغالي الذي لدي خلافات مع لاعبي ميلان خصوصا رفايلياو بالاضافة الى تيو هرنانديز الجماعير غير رادية والخسارة في الديربي تعني الايقالة وعدم الاستمرار مع المدرب لذا افضل توقع رشح بان اللقاء سيسه تسجيل اهدفين او اكشار وادة توقع المناسب لليقاء الديربي ميلان المقابل السابع الدوري الالماني البونسليغ الجولة الرابعة شتو دغارش يستقبل فارق بروسيا دورتموند ترتيب الناديان شتو دغارش في المرتبة الحادية عشر باربع نقاط من انتصار تعدل وهزيمة فارق بروسيا دورتموند فارش بالخامسة بسبع نقاط من انتصارين وتعادل اخر مواجهة جمعت الناديان تهت لصالح شتو دغارش هدف مقابل سفر خارج الديار اللقاءات تاريخية تسهد تكافؤ ما بين الناديان خمسة واربع انتصار لكل نادي مع خمسة وعشرون لقاء انتهى بنتيجة تعادل الخمس لقاءات الاخيرة لكل فارق فارق الشودغارج تلقى هزيمة حقق تعادل ثلاث انتصارات اخر اللقاء الهزيمة في دور الابطال امام ميرينغي خارج الميدان ثلاثة مقابل هدف واحد بروسيا دورتموند اخر خمس مقابلات النادي حقق اربع انتصارات تعادل اخر اللقاء الانتصار في دور الابطال امام كلوب بروس خارج ديار تلاجع السفر افضل توقع لمواجهة شودغارج وبروسيا دورتموند فوز فارق شودغارج اوين تهي اللقاء بالتعادل لدو افضل توقع للدوري الالماني بالنسبة للمقابلة التامنة قمة دوري الفرنسي اولمبيك ليون اولمبيك مارسيلي الجولة الخامسة ترتيب الناديان اولمبيك ليون في الرشبة 13 باربع نقاط من انتصار تعادل وهزيمتين فارق مارسيليا في الرشبة الثانية من ثلاث انتصارات تعادل اخر مواجهة جمعة الناديان انتهت لصالح اولمبيك ليون هدف مقابل سفر داخل الميدان اللقاء التاريخي تشهد الغالب اولمبيك ليون 40 انتصار مقابل 34 انتصار مارسيليا مع 42 اللقاء انتهب تعادل خمس لقاءات الاخيرة كل نادي اولمبيك ليون حقق تعادل انتصار تعرض لشلجة زائم اخر لقاء تعادل امام لونس في الجولة الرابعة خارج الميدان سفر مقابل سفر مارسيليا اخر خمس مقابلات النادي حقق اربع انتصارات تعادل اخر لقاء الانتصار في الجولة الرابعة امام نيس في ديربي الجنوب داخل الميدان هدفين مقابل سفر مارسيليا بقيادة المدرب الايطالي مدرب سابق لفارق بريتون إيطالي المدرب يلعب لعب هجومي ولا يتحفظ دفاعيا أولمبيك ليون استقدم لعبين وأدى ميركاتو الأقوى ما بين الفرق الفرنسية هذا الموسم وصرف الكشير من الأموال لذا أفضل توقع للمقابلة أرشح بأن كل الناديان سيسجلان أدو أفضل توقع للقاء وترشح لفارق أولمبيك ليون سيكون ما بين من بين الأربع الأوائل في الدوري الفرنسي بعد نهاية الموسم المقابلة التاسعة الدوري البرازيلي البرازيلير والجولة السابعة والعشرون فاسكو ديكاما يسأب الفارق بالميراس ترتيب كل الناديان فاسكو ديكاما يحتل الرشبة التاسعة 35.10 انتصارات عشر هزائم وخمس تاعة دولاج فارق بالميراس المنافس على اللقب الدوري يحتل الرشبة التانية خمسون نقطة من خمسة عشر انتصار وخمسة عدولات مع سيت هزائم آخر مواجهة جمعت الفارقين انتهت لصالح بالميراس هدفين مقابل سفر داخل الميدان المواجهة التاريخية تشهد الغالبا بالميراس ثلاثة وثلاثة وانتصار مقابل ستة عشر انتصار فاسكو مع واحد وعشرون لقاء انتهج تاعة دول الخمسة وخمس لقاءات الأخيرة لكل نادي فلامينغو حقق فارق فاسكو حقق تاعة دول تلاثة انتصارات تعرض لهزيمة آخر لقاء تاعة دول خارج ديار أمام فلامينغو هدف مقابل هدف فارق بالميراس آخر خمسة مقابلات النادي حقق أربع انتصارات تعرض لآخر اللقاء انتصار داخل الميدان أمام كريسيو وما خمسة مقابل سفر توقع للقاء فاسكو أمام فارق بالميراس ورشح فارق بالميراس لانتصار خارج الميدان والوصول للنقطة تالي تول خمسون المقابلة العاشرة والأخيرة دوري الإنجليزي الشامبيونشيب الجولة السادسة بريستوني سأبل فارق بلاكبورل روفيرس ترتيب الناديان بريستوني أحسل الرشبة تانية والعشرون بأربع نقاط من انتصار تعادل تلاشة زائم فارق بلاكبورل روفيرس في الرشبة الخامسة بإحدى عشر نقطة من تلاشة انتصارات وتعادلين آخر مواجهة جمعت الفارقين تهج بالتعادل إيجابي هدفين في كل شبكة المواجهة تاريخية ما بين ناديان تشهد الغالب بريستون ستة واربعون انتصار مقابل إثنان والتلاشة وانتصار بلاكبورل مع تسة وعشرون اللقاء انتصار بتعادل الخمس لقاءات الأخيرة لكل نادي فارق بريستون حقق تعادلين انتصارين وتعرض لهزيمة آخر اللقاء لانتصار في الإيفل كاب بدربة الجزاء ستة عشر مقابل خمسة عشر أمان فولام داخل الميدان بلاكبورل آخر خمس مقابلات نادي حقق انتصارين تعادلين وتعرض لهزيمة آخر اللقاء الانتصار داخل الميدان أمان بريستون سيتي هدف تلاش أهداف مقابل سفر داخل الميدان توقعي للمقادلة أن يشهد اللقاء تسجيل هدفين أو أكثر أوفير اثنان هذا هو أفضل توقع لللقاء هذا الأصدقاء متوقعات وتحليلي لعشر مقابلات يوم الأحد في الأخير حد موفق للجميع